اشتركوا في القناة انتوا عارفين الجون جاي في ديئة تسعين وانا كنت بغطي المباراة لراديو وتليفزيون العرب في لحظة وانت قاعد بتحضر خلاص هتقول ايه بعد المباراة خلاص المباراة صفر صفر وانتهت والاهل خارج وانا مصري يعني صحيح كنت في راديو وتليفزيون العرب بس انا مصري ياه نازل وانزلت الملعب خلاص ومجهز وماسك المايك وهبتدى اشتغل مرة واحدة الجون جاي كان مفاجأة انا عشت اللحظة دي اللحظة دي بتاريخي كله في الاعلامة طبعا يعني تاريخي صغير كان مقصودش طبعا التاريخ لكن اقصد انه كانت لحظة انا ما عشتش زيال غاة النهاردة لحظة ولا كل اللحظات في حياتي ان شاء الله تقرر في التاسعة هذه المرة تمن بطولات ان شاء الله تاسعة الاهل الجون قدامكو ده وانا كنت موجود ابو تريكا جي علي وراح لجوزيه وانا هنا خدت بقى حتة ازازة مية في افاية من الجماهير ووقتها انا جريت غصب عني شعوري كمصري في اللحظة دي هتلاعيني لابس بدلة البدة دي لسى عندي لغاية النهاردة البدلة محتفظ بها هي هيا دي لسم عد ده لو ترجع هي دي اللقطة شوفتوا بقى اللقطة دي بس او 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 شوف خدت بقى بعد اهي اهي ده خدت حتة البدلة دي لسى عندي لغاية النهاردة ممكن اعرضها في مزاد الى صالح الناتصال طيب كانت حاجة عظيمة كانت مباراة عظيمة خدت بقى حتة ازازة مية في ظهري بعد دي من الجماهير بس كله ما حسيتش بيها طبعا مبروك 8 بطولات إن شاء الله التسعة أو العشرة اللي واحد أو تمانية زائد واحد كل واحد يسميها زي ما يسميها إن شاء الله التسعة للنادي الأهلي